إضافية ولكن بالعودة إلى مسار المفاوضات وما نقشناه في رسالتك الأخيرة أحمد هل من ردود فعل أو تصريحات من الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق لسير المفاوضات؟ المفاوضات من المفترض أن تستكمل اليوم على أن تتبعها خلال الأيام المقبلة مفاوضات أخرى على ما يبدو بعد انتهاء مفاوضات اليوم سيعود رئيس الموساد إلى إسرائيل وكذلك مدير المخابرات المصرية ورئيس الـ CIA كل إلى بلده سيعود من أجل نقاش ما جرى التوصل إليه ومن ثم سيعودون ليس منفردين إنما بطواقم على ما يبدو إلى العاصمة القطرية الدوحة من أجل نقاش المراحل المقبلة من صفقة التبادل الأجواء التي يروج لها في وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلا عن ما يجري فيها الدوحة أجواء إيجابية لكن دائما مصطدمت هذه الإيجابية بتعنت رئيس المزراء الإسرائيلي بريمين نترياهو ووزير الأمن القومي إتمار بينكفير ووزير المالية الإسرائيلي بيتسل آل سموتريتش دائما كان يبلغ ليس فقط عن أجواء إيجابية في المفاوضات السابقة إنما عن تفاهمات عن توصل الوفود إلى تفاهمات لكن كل هذه التفاهمات كانت عندما تصل إلى طاولة الحكومة الإسرائيلية تتعرض للعرقيل ولا يجري تنفيذها وإسرائيل تتراجع من غير الواضح ما الذي سيحدث خلال الفترة المقبلة لكن يبدو أن التعنت هو هو من قبل نفس الأشخاص وبعد دقائق ننتظر كلمة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بينكفير من المحتمل أن يتطرق فيها لهذه المفاوضات شكرا جزيلا لك أحمد دروشي كنت معنا من حيفا